اشتركوا في القناة من المغرب والاتحاد الأوروبي ومن محاورها هناك تعزيز حكمة نظام التغطية الصحية الأساسية وفي هذا المجال يمكن نقوله بأنه جوجة المحاور الأساسي التي تم اشتغل عليهم أولاً وضع آليات بالنسبة لتدبير نظام المخاطر المرتبطة بالصحة من أجل الاستدامة للنظام للتغطية الصحية الأساسية خاصة وأنه المغرب هو في ظل اليوم توسيع ديال التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للمستقلي بالنسبة للمهان الحرة وفي الأسابيع الأخيرة انطلقنا بفئات ديال القوابل فئات ديال ميهان المروضين وكذلك في أدل العدول وهناك مشاورات واسعة مع كل فئات خاصة فئات متبطة بميهان النقل وكذلك بعد ميهان الحرة الأخرى سيمر كذلك هذا العمل إلى مسألة أساسية بالنسبة إلينا وهي الضور ديال الوكالة الوطنية التأمين الصحي كمؤسسة مخول لها المهام ديال ضبط النظام فالمشروع يهدف إلى إعادة أو تقوية الهيكلة ديال هذه الوكالة وتحسين تموقع ديالها في المنظومة بطبيعة الحال هذا اللقاء ديال تقيمي من المخراجات دياله أو النتائج دياله الأساسية وأن نرى إلى أين وصلنا في وضع آلية مؤسساتية لضبط نظام تغطية صحية ثم كذلك أين وصلنا فيما يتعلق بالأدوات ديال القيادة ديال نظام وطني للمخاطر المرتبطة بالصحة ثم كذلك المشروع ديال النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية وأخيرا أين وصلنا فيما يتعلق بتحسين التواصل المؤسسات وتعالي وفي نهاية المنide الخاص بالخطية المنطقة بالظامر وفي وقت تخصيص الأعيون المعلوماتية فطة تخطيص الأعيون المعلوماتية في المدهما ترجمة نهاية الثميلة اشتركوا في القناة